عايز اقول لكم كده معلومة مهمة جدا عن الشعر في الشتاء لازم مش معنى ان احنا في الشتاء وشعرنا بيطلعش زيود كتير او كده ان احنا ما نغسلش شعرنا ونسيبه بالاسبوعين والعشر ايام ما يتغسلش لازم نغسله على الاقل مرة في الاسبوع من مرة لمرتين عشان اعطى في فروة الراس كويس جدا لازم الموضوع ده ممكن استخدم شامبو عشبي زي الكيش كينج الهين دي ممتاز جدا وبيحافظ على الشعر وبيرطى بالشعر طبعا المهم من ده الاهم من ده كله استخدام البلسم او حمام الكريم اي نوع بلسم او حمام كريم لو حصل ودخل فروة راسك او غصب عنك جي على فروة الشعر بيدمرها بيدمرها بمعنى كلمة بيدمرها وبيعرضها ان هي تقع وبيعرض فروة راسك ان هي تعمل اشرة واشرة دهنية وممكن بلايكس كمان او الهير ماسك او البلسم ماييش على فروة راسك علشان مايبلكش ان فروة راسك تتنفس او تحس يعني تتغذى بالزيوت او اي حاجة عايزة تغذيها بفروة راسك والكلام ده كله خلو بالكوا ابعدوا عن كل الاخطاء اللي ممكن نعملها مع شعرنا لان هو ده اللي بيدمر شعره بيه خليه بيقى تاني هقول لكم ما تقربوش اي نوع من انواع الكريمات او الانواع اللي هو البلسم او حمام الكريم لفروة راسكو نهائي 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 خلو بالكم من النقطة دي كويس ولما تنشفو شعركم بتنشفوه بفوطة قطن مايكروفايبر فوطة مايكروفايبر او تيشيرت قطن دي هتبقى حاجة كويسة جدا لفروة راسك خلي بالك من حاجة ان اهم حاجة عند البنت شعرها وبشرتها تتواصلي معانا ازاي 01277224828 01277224828 ده رقم تواصل بنقول لك انسب الروتين ليكي وانسب المصايح عشان تستفيدي بالمنتجات وكمان بنرشح لك الاماكن او الويب سايت الاونلاين اللي تقدري منها تشتري الحاجات دي او توصلك ازاي او كده بعروض كويسة وخصومات كويسة بس كده لايك بقى وتابعي الاكاونت اي كان بقى بتشوفينا انت بتشوفينا فين وتابعينا علشان يوصلك كل تريند جديد وكل النصايح جديدة في التجميل للبشرة والشعر والجسم شكرا لك